أفدى مراسلنا بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية الثانية والثلاثين والمقررة في جد الجمع القادم كان الأسد قد تلقى دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في هذه القمة هذا وتنطلق اليوم الاجتماعات التحضرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة